على مدار الفترة اللي فاتت كان فيه كالعادة وده مش جديد يعني احنا تعودنا على كده خلاص اكاذيب كانت منتشرة من ضمن برضو اكاذيب اللجانة الإلكترونية المغرضة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع بتقول انه فيه اثار جانبية للمصريين اللي اخدوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا الحقيقة طبعا ان الكلام ده غير صحيح بالمر عاري تماما من الصحة مبارح دكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اكدت ان ما فيش ولا واحد من اللي اخدوا هذا التطعيم او اللقاح ظهرت عليه اي اعراض جانبية من بداية ما بدأت الوزارة حملة التطعيمات من مستشفيات العزل للاطقم الطبية ومستشفيات الحمنيات والصدر والمستشفيات الجامعية وكل ده كان بشكل اختياري وكمان بالمجان طبعا لو تخدوا بالكو انه هذه الشائعة طلع بالتزامن مع انه هيكون في 20 مليون جرعة جهزة لمكافحة فيروس كورونا فطبعا باين تماما الغرض من هذه الشائعة وهو ان هما مش عايزين المصريين يعني انه هما ياخدوا بالهم من صحتهم انه يكون فيه اصابات اكتر علشان يكون فيه اتهام للدولة بالتقصير انه التطعيمات يشككوا فيها فيخوفوا الناس يبتدوا يعملوا حالات من الزعر طبعا ده حاجة ده امن قومي صحة المصريين او صحة الشعوب بشكل عام ده امن قومي الاسوات اللي بتطلع تخوف الناس من هذه اللقاحات دي حاجة بتجيب نتيجة عكسية تماما اوكي احنا بنحب الحذر وطبعا بنخافع على نفسنا وكل حاجة لكن احنا بنتكلم على لقاحات اساسا الدولة المصرية مش هتتعامل معاها الا لما يكون تماما هي امنة تماما ما فيهاش اي خطورة على الشعب المصري وخصوصا كمان انه بالفعل فئات الدكاترة وزي ما تقول الجيش الابيض العظيم فئات الدكاترة فئات الممردين اللي هم الخط الدفاع الاول اللي بيواجه او اللي بيبول اكثر تعرضا لهذه الاصابات بدأوا بالفعل ان هم يتلقوا هذا اللقاح فالموضوع يا جماعة امن جدا الموضوع مختبر فما فيش داعي ابدا للفزع موسيقى موسيقى